بسم الله الرحمن الرحيم ده حل نموذجي لامتحان أولى عدادي شهره أكتوبر على الوحدة الأولى والتانية طبعا زي ما احنا شايفين بعد ما سمعنا الليسن الأولى أجيم ناست التانية 5 أورز التالتة إن كايرو الرابعة ياس صالة دالوج يا جماعة نركز فيه جامد ونرى الجملة المفتاحية والأشخاص ونرى تدالوج مرتين ونركز جامد عندي سؤال بترجمه أفهم وأجيب له إجابته أشوف هو السؤال بهل السؤال بالهداء وأجاوب عليه ولو عندي إجابة بشوف المعلومة اللي فيها هل هي ياس بنو يبقى السؤال بهل وأركز الموضوع بسيط يعني لو عندي أسلوب بأعرف برضو الأسلوب إجابته إيه أو الإجابة بجيب منها الأسلوب ماشي فأول واحدة I am fine thank you لأنه بيسنع الحالي I am very well thanks ممكن أقوله I am good I am great بعد كده بيقوله how do you go to school أو how often do you walk to school كل اتنين صح ثالثة we have got English after the break مثلا الرابعة الرابعة are you good at it الأخيرة we have got science after English أو at ten أو كلوك أو أي وقت لأنها مفتوحة بالنسبة لسؤال القطع طبعا بنقرأه كويس وننترجمه ونحط خط تحت المعلومات المهمة وبعدين بنجاوب واخدنا كل أنواع الأسئلة بتاعت القطع السؤال أول بيقول لي إجابته it's about mrs. hala's family أو mrs. hala's life أي إجابة منطقية صحيحة هتحتسب بس لازم برضو تعبر عن العنوان والفكرة الرئيسية التاني it refers to sama it refers to sama I think that because she is very kind and helpful سؤال التالت سنة الاختيار بتاع القطعة الأولى teeth التانية dentist التالتة hospital السنة الاختيار الجميلة على الكلمات والgrammar الأولى parents التانية athlete التالتة attic الرابعة typical الخمسة till الرابعة follow sorry الخمسة till السادسة follow السبعة four التامنة he والتسعة hour والعشرة are always لأن طبعا verb to be بيجي قبل ظروف اللي هي التكرار السؤال الرابع السؤال الخامس سوري correct الأولى stops التانية never walks التالتة sama and emas لأن طبعا لما يكون عندي اسم المالك هو اسمين مضافين برابط فلازم احط apostrophe s على الاسم الأخير ده لو كان مفرد يعدي أو اسم علم الأخيرة does وطبعا الparagraph عندنا 6 درجات وطبعا يا ريت ما ننساش العنوان المسافة المقدمة والموضوع والخاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر